بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبدالخلق الله سيدنا محمد عليه عبدالصلاة والسلام برحب بكم صباحا اهلا بجميع والنهاردة يوم استثنائي مختلف على الايام السابعة هدفنا هو نشرعي وهدفنا اكتر في الفترة حالية ان احنا كلنا نقدم لمعلم خبيل عشان كده مسحيينكم بدري واعوزين نشوف الناس اللي نشيطة واللي حابين يشاركوا معانا النهاردة في الجزء التالي ويعتبر الاخير من اتحدى نفسي وهقدم لمعلم خبيل وطبعا معانا استاذ ايمان فايد اهلا بك استاذ ايمان استاذ ايمان اهلا بك واستاذ جهان جبر استاذ ايمان استودة اهلا اهلا بك يا رب بس استاذ ايمان عندها مشكلة لها لمعطقة في الصوت من الماجد بتاحها مش شغال بنرحب الجميع وطبعا انتم عارفين السيلات ذاتية واحنا مش هنتكلم كتير في السيلة ذاتية لان اللي متوجد معانا على معطقة يعني موجود معانا في الحلقتين اللي كانوا قبل كده وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي اللي انتم بتدعمونا بها مستمرين ويريد تدعمونا اكتر خلال الفترة الجاية عشان نقدر نحن نقدم معلومات اكتر واكتر ليكم ويكون مفيدة. بشكركم طبعا على التواجد وبشكر المداربين اللي ايمان من دلوقتي عشان ان هما يقدموا معلومة ليكم وبشكر منصقي وبقدر اتطور نفسك وطبعا لكم الشكر لانكم فعلا اساس نجاح اي عمل اداة كلاس بوين بندعمها وبنحبها لانها فعلا بتوفر لنا حاجات كتير وبتوفر لنا اسئلة نقدر ان احنا نشاركوا بيها وانتم تشاركونا جابته بكل سؤولة. عشان كده حابين ان احنا نتعرف على كل المتواجدين معانا من خلال شارك باسمك ووظيفتك والجنسية واستخدام اداة كلاس بوين. احنا دلوقتي السبعة وعشرين ولكن حابين ان احنا نكون اكتر من كده وكمان نعرف المتواجدين معانا من خلال اداة كلاس بوين. ياريت حضراتكم تكتبوا الاسم والوظيفة والجنسية وده طبعا شيء يشرفنا عشان نعرف اللي موجود معانا واللي صاحب قدري عشان يعرف الجزء التالت من هتحدى نفسي. من بارح اتكلمنا على جزئين مهمين عبر لما المجموعة تكتب اسماءها وكمان نعرف من المتواجد معانا استاذ ابتسام اهلا بيك من سوريا. اتكلمنا على الاسئلة واتكلمنا على الشهادة وكيفية حل الاسئلة سواء كانت الاسئلة النظرية او كمان الاسئلة المقالية اللي بتحتاج كتابة واضافة ملف السوي الخاص بنا على الاستمارة. استاذ وفاق اهلا بيكي من الامارات. استاذ سهل واهلا بيكي من الكويت. استاذ عطاف اهلا بيكي من الاردن. كمان الاساس هايكونوا موجودين معانا وهيكلمونا على الاسئلة الطويلة وطبعا في ناس حبي ان هم يعرفوا الاسئلة الطويلة الخاصة بالتجديد. وطبعا استاذ ايمان واستاذ جهن هيتكلموا على النقطة. استاذ نور اهلا بيكي من ليبيا. عندينا خمسة واحنا تمانية وعشرين يعني مستني. مستني الاكتر. طيب. هنبدأ با استاذة جهان. استاذ ابت سايب انتفضلي. انت حاب انت تشارك بالصوت. استاذ هند من فلسطين. السلام عليكم صباح خير. صباح النور ازاي حضرتك? الحمد لله. انا طبعا وجتي محدد لان عندي باعتها طول لمحة يعني مراقبة. ربنا يا عيني. وشكرا لتواجدك معنا. العفو. انا ابتسام السوري من ليبيا مش من سوريا. من ليبيا. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم. السلام اكرام من عمان اهلا بيكم. واهلا بجميع آآ المشاركين من وطن العربي واللي هيشارك من خلال اداة بس حابين. دلوقتي نبدأ وهنبدأ مع استاذة جهان. فضل استاذة جهان معك المايك وكمان معك الشاشة تقدر نتشارك الشاشة. آآ صباح الخير استاذ عبد البسط. هو الحقيقة المفروض ان كانت استاذة امان هتبتدي الجزء الاول. لان احنا كنا بنتكلم النهاردة عن كيفية تجهيز الملفات ان شاء الله بازن الله اللي احنا هنقدم بيها للمعلم الخبير المبدأ. فيعني طبعا احنا عارفين ان احنا تجهيز الملفات اللي هي الادلة اللي بتكون مطلوبة آآ بيكون عن طريق آآ اكتر من حاجة يعني. احنا بنستخدم الحقيقة حاجتين عشان نجمع بيهم الادلة دي. خليني الاول آآ شير سكرين. اوكي. انا هشير هعمل شيرنج للسكرين بتاعتي. تمام. فاحنا آآ عندنا اللي طبعا آآ يعني الجزء بتاعنا آآ بيبقى جزئين. الجزء اللي هو بتاع الملف السوي اللي هتشرحه لأستاذ ايمان. وده بيبقى فيه طبعا نبزة كده تقدمية عن آآ اللي عندنا احنا مين يعني اي معلومات آآ عننا اللي احنا واخدينها آآ لكن فيه جزء مهم جدا اللي احنا بنكلم عنه اللي هو الجزء بتاع الترانسكريبت. اوكي. خليني بس اشوف كده عشان ايوة الزوم اعمل معي مشكلة. اوكي. آآ الجزء المهم خالص اللي احنا يعني مهمة قوي ان احنا بنرفعه ليهم اللي هو الترانسكريبت. آآ الترانسكريبت اللي هو مجمل الشهادات التدريبية اللي احنا حصلين عليها. ازاي ان احنا نعمل لها شير في الملف بتاعنا سواء في الملف الاسوي او ان احنا نرفعه ونحط الرابط الخاص بيها. الترانسكريبت هنلاقي فيه طبعا زي ما انتو شايفين قبل ايمن عملالي الشيرينج ليها. وانا كمان آآ لازم اقول لكم ازاي انا بحصل عليه. طبعا احنا بعد ما بنخش اللير وبنحصل على التدريبات وكل الانشطة اللي احنا عملناها نقدر ان احنا من البروفايل الخاص بينا من هنا كده. تعال وريكم منين. آآ بندخل على المايكروسوفت واللير وبنخش على البروفايل. اوكي. بندخل كده بنضغط على الصورة الخاصة بينا وبنروح للبروفايل بالشكل ده. اوكي. هنوصل للصفحة بتاعتنا ونقدر ان احنا نروح نلاقي هنا كل الانجازات الخاصة بينا والملف الخاص بالترانسكريبت بتاعنا. آآ هنضغط عليه بالشكل ده. اوكي. وهتظهر هنا عندنا كل التدريبات اللي احنا اخدناها خلال الفترة دي والحقيقة ان دي مهمة خالص في التقديم آآ للمعلم الخبير المبدع. آآ طبعا في عندنا حاجتين احنا ممكن احنا ناخدهم. آآ اول حاجة ان احنا ممكن نعمل شير لينك. ناخد اللينك ذات نفسه. ونعمله شير بالشكل ده كده. اوكي. ونضغط بعد كده على كريات لينك. اوكي. آآ لما نضغط على كريات لينك نقدر ان احنا ناخد الكوبي لينك. ونقدر ان احنا نعمله شير سواء في الملف الخاص بلسوي. آآ او نبعته مثلا عن طريق الواتساب او اي مكان او اي طريقة انتو حابين انكم آآ تعملوا بيها آآ شير لكم. آآ طبعا ندي الطريقة الاولى. الطريقة التانية الحقيقية اللي احنا بنحبها اللي احنا هنستخدم من خلالها آآ الوان درايف لان احنا قلنا ان احنا تجهيزات الملف بتاعنا الخاص بنا هتكون عن طريق حاجتين. الملفات الخاصة بنا. الادلة بنعمل ملف سوي ومحتاجين كمان احنا نستخدم الوان درايف بحيث ان احنا نقسم المجلدات اللي هنحط فيها الترانسكريبت بتاعنا اللي هنحط فيها مثلا الادلة بعض الصور الفيديوهات عشان نقدر حتى ندرجها آآ في السوي. طيب آآ انا ايوة. آآ وانا طبعا بحبز ده انا احنا اتكلمنا في النقطة دي مبارا. آآ. وانا بحبز النقطة في النقطة دي بزداد آآ انه هياخد من الاكاونت بتاع. بس. لانه احتمال يزود عدد عدد الدورات التدريبية. آآ. عدد الدورات التدريبية فبنايا عليه. لو هو داخل وعمل آآ سحب للبيانة بتاعته او سحب للدورات من خلال طبعا البرينت وان هو يعمل لها عملية حفز وبيدي اف وينزلها ويرفحها بعد كده على الوان درايف. ده هيضيع على نفسه اوها. مش هيبقى موجودة او مفتوحة قدامه خيار ان هو يضيف حاجة تانية على. ده طبعا انت انت عارف حضرتك استاذ عبدالبسط احنا بنيجي اساسا بنضيف اخر حاجة بن بنحطها الترانسكريبت يعني. بعد ما نكون خلصنا كل الليرنينج اللي احنا عملناه في الوقت اللي احنا بنقدم فيه. عادة يعني. بس برضو آآ سامتايمز يعني الناس بتبقى حبة ان هي تعمل شور تحط الاتنين. احنا برضو هنقول طريقتين عشان الناس تبقى عارفة ازاي تحصل عليه كنسخة مطبوعة او برينتت وازاي تحصل عليه كشير لينك وكل يعني معلم بقى يقدر ان هو يختار الطريقة الانسب ليه او الحباء. بالاضافة كمان لانه يبقى عنده فكرة ازاي هيحصل على الاتنين يعني. اوكي? اوكي تفضلين. طيب. فاذا دي الطريقة الاولى بالكوبي لينك بحيث ان احنا ناخد اللينك. طيب الطريقة التانية بقى ازاي ان احنا ننزله عندنا ونحصل على النسخة منه. من خلال ان احنا نضغط على وهناخده سيف بي دي اف. اوكي? ونحفظه عندنا. طيب انا عايزة بس ااخده بدي اف عشان اوديكم ان احنا هنروح برضو ازاي نعمل شير لينك الوان درايف لان الوان درايف احنا ممكن مش كلنا عندنا قنوات مسلا يوتيوب علشان نرفع عليها الفيديو. اه يعني المساحة الهيلة بتاعت الوان درايف ازاي ان احنا نستخدمها بشكل هيل يعني. طبعا انا هعمل سيف. هحفظه على سطح المكتب علشان نقدر ان احنا نستخدمه على طول ويبقى عندنا الاستخدام الخاص بنا سهلي. اه اوكي هنروح دلوقتي عندنا على الوان درايف. اوكي ناخد سؤال. اتفضل طبعا. طبعا. بوس المان. اتفضل. اتفضل المايك مكسوح. بوس المان. اتفضل المايك مفتوح تقدر لنا حضارك تشارك. اتفضل يا استاذ. ام. هوا السؤال مكتوب انا مش شايفة الشيش عشان. انا نفتحة الماش مكتوب اتفضل. كان مايك بس. كان مايك? اوكي يعني ما فيش اسئلة? لا لا اتفضل اهو. اوكي. انا رفع على اليد. انا حبي بالنوعية السؤال. بس اتفضل. طيب. هي. طبعا احنا عندنا الاستورج بتاعتنا. مايوصار صوتية يعني دكتور? اه. الحين واصل. ظهر في اشكالية في الصوت. معك فاضل مبارك دكتور عبدالباصة. اهلا. 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 حبيبي ملايين. بو خلقا. خيب. خيب الناس تحسدك. طب ما تكتب فاضل. حبيبي. حياك الله. هذا انا فاضل وانا ابو سلمان. انا اثنين. شرف لنا. رحبي رزاق خير. اهلا بي. اهلا. ومع خبير مايكروسوفت للتعلم الابداعي بس دكتور بسأل أنتوا تتكلمون الآن عن التجديد ولا فقط لأول مرة نحن هل نتكلم النهاردة الجزء الخاص بالأسئلة النظرية وملف سوي وكمان التجديد يعني إذا هذا ترهو مطلوب الآن في نفس نموذج الترشيح لهو الرابط لبروفايل ومطلوب أيضاً لللي أول مرة تكلم ومطلوب أيضاً له ترانسكريبت ترفعه على الواندرايف أو على أي سحابة لكن الأفضل كما يقال أن على الواندرايف حتى أنك تفعل أدوات مايكروسوفت يعني الاثنين مطلوب في نفس نموذج الترشيح وإن كان لو تلاحظون أنا لاحظ أن يعني من خلال المناقشات التي دارت طول هالأيام في أكثر من الملتقيات يعني لاحظنا أن لو تلاحظون أن الترانسكريبت مكتوب الـ MIC يعني اللي هو Educator Center يعني كان سابقاً الآن تم إقلاقه لكن الناس تقلبوا على هالمشكلة أنهم نزلوا ترانسكريبت من اللي هو دوكس أو اللير ويرفعونا يعني فيه خطأ يعني يقولوا أنه فيه خطأ المفروض يطلب ترانسكريبت لللير ما يطلب فهم جديدوا بعض الأشياء ايه تفضل دكتور هي فيه مشكلة حتى لو أنت دخلت على الصفحة الخاصة بالتجديد هتلاقي مدي لك أو مدي لك الويب سايت على أسر أن أنت تخش عليه لما تيجي تدخل عليه تلاقي فيه ودي مشكلة المفروض كانوا يعدلوا فيها داخل صفحة الاستمارة لو أنت تلاحظ ايه صحيح دكتور اللي انت تنسخ اللينك بس النقطة المهمة واللازم من مجموعة كلها هتكون عارفها احنا لما ناخد ونحطه داخل الوان درايف ده شيء هتقفل عندك انت الدورات التدريبية اللي انت هتاخدها حتى بعد كده أو الشرار صحيح دكتور بس هو طالب اثنين صحيح دكتور هو طالب اثنين لو تلاحظ في هو نفس النموذج طالب اثنين يعني طالب انك تحط له البروفايل وطالب الترانسكريبت لو ترجع لها للترشيح لأول مرة موجودة الى الآن موجودة عندك اختيارين مش اختيارين موجودة عندك خنتين الخانة الاولى اللي انت هتاخدها من البروفايل هو محددها لك ومبين لك الطريقة بتاعتك ومش ايلك فيها ترانسكريبت على فكرة موجودة دكتور انا هذا اللي شفته والله اللي شفنا ان احنا هو موجود ان مطلوب البروفايل ومطلوب ترانسكريبت فما ادري هل هو مطلوب ولا هو خياري لكن هذا اللي شفناه انا بقول احنا نعمل اللي علينا ونضيف الاتنين ونبقى احنا كده في انا دايما احب اكون في احط اللينك احط وشير ده وشير ده وكده نبقى احنا يعني اخترنا الحسنايين ممتازة انه لو بس حطينا البروفايل اتبقى انه ما راح يسوي يعني راح يرفض لانه هو نفس الخانات الموجودة انا نعمل حسابنا على الاتنين ونبقى احنا كده يعني عادة لما احس ان فيه التباس في حاجة زي كده بفضل ان احنا نحط الاتنين لان ممكن الشير يحصل فيه مشكلة اللينك يحصل فيه اي حاجة كده احنا الامان معنا واخر حاجة احنا بناخدها بعد ما نكون خلاصنا كل الدورات وقبل ما بنقدم خالص فاخر اللحظة هي ترانس كريبت احنا خلاص بنقدم الملف وشكرا يعني مش مش هنعيده تاني غير على السنة الجاية ان شاء الله مثلا لما بناخد الحاجات الجديدة يعني فاحنا كده نبقى مطمئنين ان احنا ملفنا موجود وموجودة عندنا من النسخة نحط منه نحط منه اي حاجة هي دي الجزئية استاذ فاضي اصطح فعلا هي دي الجزئية هي هذا لو تنزل تحت لا 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 بالعكس اقصد لو تصعد فوق شوي 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 فوق بعد هنا اهو ايوا شوف شوف بس بس فوق الادوات لا فوق الادوات في عندك هنا فوق الادوات في تحت مطلوب لان احنا شرحناها قبل يمكن خمس ايام ما اتوقع انه صار لتحديث في البلوغ بعدين شوي شوي موجود الثنين يعني بعد تحت ايوا هاد هادية شوف هافيو تيكن هنا لما تحط يس هنا يقول لك هنا اللي هو اللي شرحته الاستاذ الله يزاها خير لو تنزل تحت تحت شوي بس 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 لا 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 ايوا ايوا هنا هنا يقول لك حط يعني الثنين موجودة تمام provide a link for transcript اما اللي فوق لها provide link مباشرة فهي مطلوبة الثنتين اتنين يعني او عاوز يرفع لك الاثنين مباشرة ايه موجود لكن ايه لكن لو تلاحظ لو تصعد فوق شوي دكتور لا لا هنا هنا بس بس شوف هنا اللي تحت اللي هو transcript طالب حق الام اي يصير كأن عدالها الآن ما اشوفها اشوفها دكتور هذا اللي هو transcript تحت شوي لا لا تحت شوية شوية بس هنا transcript ما ودي انا اخركم والله بس لا 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 بالعكس اطلاقا ده منقشة مرأة جدا يعني details اللي تم من النهاردة لو تنزل شوي دكتور لنه provide link for transcript لا انزل شوية شوية بعد شوية ايوة هادي هادي شوف بس هنا هنا الى هنا بس بروفايد for transcript for microsoft لين او صلحوها الآن شوف microsoft لين احنا انا موجود عندي التسجيل ما كان microsoft لير موجود مكتوب الام اي سي الآن صلحوها يعني الآن مية في المية هي نفسها اللي تشرح الآن هي احنا بنروح وناخد من transcript وناخد هنا نصق هو الهدف انه تأكيد على فكرة خلي بالك عشان لو هنا في مشكلة يبقى في عنده ممتاز يعني زي ما قاتل استاذة الاثنين مطلوب هم اثنين هم مطلوبين اللي هو واللينك الله يزاك خير يا دكتور يزاك خير سامفوني شوي وخليك انت موجود معنا لا بالعكس احنا انا والله اعشق الدورات الصباحية لكن القالبية ما ودهم يعني احنا بلبقى في الشغل بس مش اكتر مش بيبقى مش ما ودنا احنا بلبقى لا لا انا اقصد احنا عندنا عندنا في مثلا السحرية اكثرهم لما انا سوي السفتاء ان احنا بنسوي دورات صباحية الكل يرفض يعني فالصباح جميل جدا والله شكرا لك دكتور شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك حتى النهاية حتى تشارك معنا وده شيء طبعا يشرفنا لانك فعلا يعني مبدع في عملية العرض ربي يسعدك يا دكتور ومميزة على فكرة ربي جزاك خير يا دكتور هتبقى مع استاذ فاضل وده طبعا شيء يسعدنا ان هو يكون متعاجب معنا هعملك في اي وقت تتفضل طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اوكي كده الشاشة عندي زهرة اه تفضل اوكي طيب احنا هنشوف بقى ان احنا ازاي هنظبط عندنا مجلدات الادلة بتاعتنا انا الحقيقة بحب ان انا اعمل فولدر كده اضيف فيه اعمل فولدر جديد خالص وابتدي ارفع له الصور الخاصة بيا علشان خصوصا الفيديو علشان الفيديو بيبقى لما باجي اضيفه في السوي بيبقى احيانا حجمك بيلو الفيديو مش مرفوع على اليوتيوب طبعا مش كل الناس عندها قنوات على اليوتيوب فتقدر تشير اللينك اللي هي عاملا على اليوتيوب او الكلام ده كله بس احنا نقدر نجهز مثلا نعمل فولدر مثلا كده هنستني مثلا الفعليات اكتيفتيز اكتيفتيز مثلا الحاجات اللي احنا عملناها وحنعمل الفولدر ونبتدي نرفع عليه ببساطة كل الحاجات اللي احنا عايزينها طبعا ادي الفولدر وظهر عندي هون انا يعني عشان بس ننصق وننظم الشوق اه ظهر عندي فانا هتخل داخل الملات وهبتدي ان انا اعمل ابلود للملف مثلا الخاص بيا للشهادات بتاعتي للأدلة اللي انا عملاها لو عندي مثلا ملف باوربوينت عرضي تقديمي انا ممكن برضو ادرجه من خلال الوان درايف كل الادلة الخاصة بيا هرفعها على الوان درايف والحقيق دي حاجة مهمة لان كل اللي موجود على الوان درايف هنقدر ان احنا نعمله شير مع اكتر من حد مع زملات مع اي حد يعني لازم برضو كمان ده يكون تفعيل لجزء من الادوات والتولز اللي احنا بنستخدمها انا هرفع الملف بتاعي اللي انا نزلته على سطح المكتب الخاص بالترانسكريبت بتاعي بالترانسكريبت رفعت الملف اوكي وبنفس الطريقة برضو زي ما احنا بناخد اي يعني اي ملف لينك الخاص بيه بمجرد ما يتم الخاص بيه انا هاخد اللينك بتاعه وحد مين اللي هيعمل اكسس عليه لان دي نقطة مهمة جدا على فكرة يعني احنا فيه بمشاكل فيه ناس للأسف ما نجحوش في المايكروسوفت قبل كده لمجرد انهم لما كانوا بيعملوا شيرينج للينكات ما كانوش بياخدوا بالهم من ال اكسس اللي عاملينه للدخول على ملفاتهم فكانوا بيحطوا اللينكات بس محدش بيقدر خاصة بيهم طبعا احنا ما عندناش حاجات كتير قوي في الواندرايف يعني الواندرايف يعني يعتبر بسيط جدا ويعتبر كأنه جزء من الهارد ديسك اللي عمدنا يعني التعامل بتاعنا مع الملفات او الفايلز او الفولدر او ازاي الكرييت نفس الحاجات اللي احنا بنتعلمها على الجهاز بتاعنا او التيم او طيب خلوني عشان هو شكله هيطول في الابلود بتاعي اواريكم عمثا لو انا حتى على ما يكمل الابلود وينتهي منه لانه شكله انه هو يعني ما عرفش ليه مطول حرج عنا للفايلز بتاعتي ووريكم ازاي احنا بنعمل شير للفولدر او شير للملف ذات نفس طبعا هو انا افضل انه شير لملف ذات نفسه لكن احنا بنضغط على بالشكل ده كده وبعمل شير اوكي انا معرفش ليه كله واخد مني وقت كده الفظيع ده اوكي ده عادي ما فيش مشكلة شيء غريب يعني ده ملف بسيط جدا يعني مش عارفة خليني اخد حاجة اقدم شوية يمكن هو عامل كده عشان انا ما هي الفترة دي فترة ده اطفع في الناس كتير بتاع رفع طبعا على الواندرايب اه ده حتى مش ردي طلع شيرينج سير اه الفريش للصفحة اه لا انا اعتقد ان اه اعتقد ان انا اشان هو اللي عندي اللي عمل كده طيب خليني انا زي ما انت حوط رفعه اوكي بسم الله انا اعتقد ان انا عندي مشكلة يمكن في الكونيكشن ولا حاجة لان اه في صوت كده في صوت اه اوكي 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 انا شايف ان الكونيكشن عندي فصل شوية ساني واحدا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته السباح وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حبيت أقول لحضرتك شغالة على سوي فعلا تحميل حتى الصورة بياخد وقت فهو التحميل فعلا بطيء الفترة دي اه ايو هو فعلا في حاجة النت كمان في مشكلة كان عندي كمان الصبح اه ساعات السيرفر كده بيبقى صعب شوية هو الحمد لله فتحه شكرا يا أستاذ سلوى انا برضو النهاردة حتى على فكرة كنت بحاول اخد صور كده الفرق كانت ساعات بتطلع من غير اللوجو بتاعها وحاجات زي كده لا انا فعلا استغربت لان حتى الصورة اللي تاخد ثواني وقت وقت جامد فأنا فعلا كنت ما استغربة برضو نفس حضرتك ايو ممكن عشان في ضغط ولود على السيرفر اكيد هي الحمد لله طلعتها طيب شوفوا كده معايا بقى في الابشنز الخاصة باللينك طبعا احنا عندنا الابشن هي دي اهم حاجة عندي الالاو يعني ان او يعني ممكن ابعت الانك ده لأي حد او لو انا هحدد اشخاص معينين طبعا انا هختار او 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 بالنسبة الالاو لو انا عايزة اسمح ان انا يعني اخلي الشخص اللي قدامي يعمل ادتنج على الفايلز او الملفات بتاعتي انا الحقيقة بسيبها زي كده بسيبها ادتنج وهاجي هنا اقبل الستنج اللي انا خدتها وبعدين هاخد الكوبي لينك واضيفه بقى في الورل اللي عندي في الفورم بتاعتنا اللي احنا الخاصة بالتقديم في استمرت التقديم او هاضيفه لسوي او ايا كان المكان اللي انا هاضيف فيه شيرينج للينك اوكي دي ابسط طريقة للشيرينج لينك واتمنى ان انتوا يعني يكون كده وضحنا الجزء بتاع الخاص بالترانسكريبت والجزء بتاع الوان درايف هل في اي حد عنده مشاكل مثلا او عنده اي اسئلة في حد عنده اي اسئلة انا مش شايف وعليكو السلام ورحمة الله وبركاته ازاك الله خيرا استاذ جهان ربنا يا حليك يا حب سلمك يا رب بس انا نقول لك احنا في اللغة الانجليزية شوي لو تغيري عرب تغيري انه عربي شرح كله اغيروا عربي شرح كله اقول ليلي طيب الجزء ايه اللي انتي مثلا عايزان يقعد هلك بالعربي لا توانا خلاص تمام تواجه بس الباجي كله ديرهن بالعربي لو سمحت يعني بعد اذنك اللي بعد كده ايه هو اللي بعد كده هتبقى قبل ايمان عشان الجزء بتاع السوي لكن هل الجزء اللي احنا فات ده فيه صعوبات او فيه مشاكل محتاجة ان انا عيدها لك بالعرب لا انا انا مش هنقدر نتكلم لاني لازم انطبق لازم انطبق اه خلاص اوكي لما انطبق هنحتاجي لكم ان شاء الله تحت امرك حبتي تحت امرك يعني تو نستخدم التليفون عدوا نستخدم اللابتوب هنستخدم اللابتوب هنحتاجي لكم ان شاء الله ا Destiny ده اكيد هو اللابتوب طبعا هو اللي بنقدر نحن نخلص به الشغل ده كله لان طبعا تليفون قدراتهم محدودة في الجزء حتى عندنا النت احنا ضعيف شوية والله كلنا المشاكل النت دي مشكلة كبيرة لان اللوت بتاع الضغط بتاع الشبكات بتفصله وبترجع تاني فربنا يعيننا جميعا عندنا الكهرباء تنكتعب الأربع ساعات وأكتر ماهلش انشاء الله ياسر علينا جميعا ربنا يخليك شكرا لحبتي اي اسئلة جماعة السادة جيهان دكتور عبد الباصط بعد اذنكم انا نشرت اعلان ما ادري هي خاصة انا تسرعت يعني قبل خمس تجرات لا 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 حبيبي وخلت الاعلان حاج الدورة في جميع الوسائل اللي انا عندي والله ما اخدت الاذن يعني ما ادري هي خاصة لا ازاي ده شرف لنا يا فاند اصفاضل اقول لك على الحاجة انت اخ قبل اي شيء فاعتبر الموضوع مش فيه اي مشكلة انت مكان الله يعطيك العافية دكتور بس احيانا تكون هي خاصة بعض الدورات زي ما انت عارف انا تسرعت قبل ما اخذ الاذن لا 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 حبيبي ربي يجزاكم خير انا قلتها لك وبقولها لك انت اخذ اي وقت اي وقت لاي بوست او اي مثلا رابط موجود عندي او موجود عندي طبعا ده بالنسبة ليه موجود عندي ليك الحق فيه الله يعطيك العافية دكتور اه زوان كانت خاصة او عامة ليك الحق ازاكم خير ربي اجعل ما تقمن فيه في ميزان حساناتكم يكتب اجركم يا رب في هذه العشرة المباركة اجمعين يا رب العالمين اشكرا كيفا اشكرا كيفا شكرا اوكي في اي اسئلة ممكن قبل ايمان موجودة تكمل بقى الجزء بتاع السوي في اي حاجة جماعة في الوان درايف ان شاء الله يكون كده بسيط وسهل وخفيف احنا مش عايزين نطول عليكم اوي احنا عايزين نديكم بالنسبة للملفات الوان درايف اه انا بعمل كده انا بديله رابط المجلزات نفسها عشان انا بعمل الاكتيفتيز كلها في مجلزة كده وبدي وساعات بحط فيه مثلا باور بوينت يعني بحط فيه اكتر من عرض تقديمي مثلا بدليل مثلا لكذا كذا عرض تقديمي في باور بوينت فيه صور برينت سكرين لحاجات مختلفة لان حضرتك عارف ان السوي محدد في الصور وليمتد في الصور والكلام والكلام ده وساعات بيبقى الصور عندنا اكتر من المسبوح به في السوي فعلشان كده بنلجأ كمان احنا نستعين بان احنا يكون عندنا باور بوينت ونحط فيه لطيف كده بدزاين بسيط وبرينت سكرين برينت سكرين وفي مجلد واحد بنسامين القدلة ونروح حطين اللينك الخاص بالمجلد كله ومسمين كل عرض تقديمي كل باور بوينت بالاسم الخاص بالفعلية مثلا اللي احنا عملينها مثلا يعني ده مثلا شغل التيمز ده مثلا شغل الفورمز الكلام ده كله فانا اؤيد تماما وجيت نظر حضرتك ازاك الله كل خير اه شكرا وطبعا معنا استاذ حسن وكمان معنا استاذ ايمان شكرا انك استاذ جانا مرسي مرسي لكم شكرا على الاستضافة وشكرا على الفرصة الجميلة دي اشكركم جدا واتمنى تكونوا استمتعتم وكانت لطيفة شكرا 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 استاذ حسن انتفضل وطبعا معنا استاذ ايمان السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا بارك الله فيكم في هذه الدورة الحلوة لكن ارجو اقتراح الله يلاك فيك انه يريد في هناك ملف بدي ايف او اللي تحت يعني ترتقون انتم بسحته انه يوزع في الدورة عشان هذه الخطوات اللي مثلا فاتوا حاجة ممكن ان تطلعوا او الكهرباء انقطعت او كده ملف بخطوات التقدم الى هذه المسابقة لكي لا يفوت على احد من المتدربين او اللي راغبين في الانضمام الى هذا الركب المبارك شكرا جزيلا دكتور ان شاء الله وجزاك الله كل الخير على المدخل دي وان شاء الله هتتقي الملف حتى احنا هنعمل ملف برضو على الواندرايف حضراتكم تقدروا انتم تشاركونا فيه عشان لو كان فيه تعديل ولا حاجة هتلاقوا الملف ده متواجد وان شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم شكرا لك استاذ حسين حسن معلش معلش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش نبي نسأل بس الاستاذة الصور اللي نبي نحطن في السويك طبعا كل واحد بنديله سوي السوي الثاني تمام كملتها ونزلتها لكن السوي الاول تمام شنو السواء اللي نحطن فين هتشوفي دلوقتي بقى مع استاذة ايمان السوي وازاي هتحط فيه مجموعة الصور وكمان الفيديوهات والروابط وتقدر اللي تتحط كمان مغارف وورد كل شيء ده اللي هتبدأ فيه استاذتنا ايمان فايد وهي دلوقتي معانا فضال لي استاذة ايمان ايو السلام عليكم صباح الخير صباح النور انا سعيدة باللقائي معاكم وفعلا زي ما بيقول استاذ فاضل احنا بنحب اللقاءات الصباحية كده بتبقى فريش وبيبقى الواحد في كم منطقته وان شاء الله كلنا نترشح لمعلم مايك بيوسوفت الخبير هو لقب طبعا كلنا يعني بنحب ان احنا نحصل على الالقاب التعليمية اللي هي بتزيد فيه امكانياتنا وبتخلي الواحد عنده الحافظ انه يعمل بشكل كمان افضل والنهاردة ان شاء الله هنكمل طبعا استاذ دكتور عبدالباصي تبتدى معاكم مبارح في الاسئلة احنا النهاردة ان شاء الله هنوريكم طريقة تقديم الادلة بالكامل خلينا نشوف انا معاكم استاذ ايمان فايد احد مؤسسين قناة كومبيوميت تعليمية انا واستاذ جيهان وهنقدم معاكم الورشة مع استاذ عبدالباصيت النهاردة خلينا نشوف هنبتدي ازاي انا النهاردة هبتدي مع ملف الاسوي شاشتي طلع قدامكم ايو الشاشة زاخرة والصوت مناسب تمام شكرا طبعا احنا زي ما عرضت لكم استاذ جيهان ان احنا بنجمع الادلة ان هما طبعا مش عايزين فقط ان احنا نحط كلام لا بالعكس هم عايزين كمان اي حاجة انا هقولها يكون لها الادلة الخاصة بيها تمام فاحنا هنعرض الادلة هنحطها اما على الوان درايف او على ملف سوي او ممكن كمان انا بستخدم الاتنين يعني انا بستخدم بحط حاجات على الوان درايف اللي مش هقدر ارفعها على السوي زي الحاجات الفيديوهات الكبيرة او العروض الباور بوينت مثلا اللي انا استخدمتها في الورش وكمان انا ببتدي اعمل ملف السوي طيب خلينا نشوف ملف السوي ده انا هستخدمه ازاي انا هبتدي معاكم من البداية خالص انا طبعا هدخل على مايكروسوفت ومن ادوات مايكروسوفت التطبيقات الخاصة بالمايكروسوفت هدخل على مايكروسوفت سوي تمام طيب من المايكروسوفت سوي دي الشاشة الرئيسية بتاعت المايكروسوفت سوي طبعا هي بيدينا هنا مقترح من قوالب لو انا هستخدم القوالب الموجودة بس طبعاً أنا بفضل أني أنا أبتدي من إنشاء جديد لحظة أنا جهازي فجأة هيعمل الأبديت تمام؟ أنا هبتدي من إنشاء جديد تمام؟ هنا هضغط على إنشاء جديد أوكي؟ وبعدين بيظهر أمامي دي الشاشة الرئيسية لسوي طبعاً قبل ما أشتغل وقبل ما أبتدي على أدخل على اسوي أنا هكون محضرة لنفسي فولدر خلاص؟ الفولدر ده أنا هسميه باسم مثلاً MIE Expert يعني أنا لما فتحت شغلي لقيت إن أنا عندي الأكسبرت بتاع 22 وقت كل سنة أنا ببتدي أعمل فيها بيظهر بأعمل فولدر باسم إيه؟ الترشح للعام وببتدي أقسمه من داخله إلى فولدرز الفولدرز دي بقسمها إيه؟ بحط مثلاً فولدر فيه الصور فولدر فيه الفيديوهات فولدر فيه السكينشوت الخاصة مثلاً لو أنا حضرت ورش ببتدي أقسمه أقسم عندي الشغلي وأجمعه في الأول يعني أنا لازم أمشي بطريقة منسقة إن أنا أجمع شغلي كله في فولدر كده وأجمع أفكاري ونفس الشيء أنا بفتح زي ما أنتوا شايفين أنا فتح مثلاً ملف وورد هنا وببتدي أحط فيه الأسئلة وبحط إيه؟ الإجابات اللي أنا فكرت فيها تمام؟ يعني زي بلان كده أو مخطط كده بإيدي بكتبه وأبتدي إيه؟ أجهز شغلي وبعدين أنتقل إلى خطوة لسوي تمام؟ طيب في لسوي بقى أنا هبتدي أعمل إيه؟ زي ما شفنا أنا هبتدي من البداية خالص وهبتدي أنا حولته لكم عربي عشان يظهر معكم أهو من الأول خالص أنا بضيف طبعاً أنا هوريكم الأول هوريكم سوي جاهز عشان تشوفوا مثلاً أفتح لكم بتاع عديم عشان تشوفوا الفكرة هاتون إزاي طبعاً أنا هاركاهم إنجليزي إن هو إيه؟ عشان إيه الكلام؟ أو خلي مش مشكلة شوفوا بالعربي هو طبعاً هو مكتوب بالإنجليزي طبعاً سوي بنقدمه باللغة الإنجليزية أهو شايفين؟ هو طبعاً ده كل ده إنجليزي بسوي عشان أنا حولت عملت الترانسلتو أرابيك فأطالع كده وعنده سوي مثلاً بتاعي بتاع أول تقديم عايز أوريكم طريقة عرض الصور أنا حطى الصور وحطى مثلاً طالب مني مهارات القرن الواحد والعشرين حطى مهارات القرن الواحد والعشرين ومتكلم عليها أوكي؟ زي ما احنا شايفين كده طريقة عرض الإيه لسوي تمام؟ طيب أنا هشتغل هعمل الحاجات دي كلها إزاي؟ خلينا نشوف زي ما قلنا أنا هبتدي من الأول وفيه كمان شايفين أنا عاملة حاجات لشهادات الشكر يعني ممكن تعملوا سوي تاني وتحطوهم ممكن نحط أكثر من لينك حتى مثلاً واحد لشهادات الشكر والتقدير اللي الواحد حصل عليها فممكن كمان إن السوي الليمت بتاعه محدود طبعاً زي ما احنا عارفين بيسمح لي بعدد كلمات معين وعدد من الأحرف والإيه والصور معين فأنا هبتدي أنسق شغلي وأنا زي ما قلنا لما بخطط لشغلي في الأول ببقى عارف أنا هعمل إيه؟ تمام؟ طيب إحنا ابتدينا من إنشاء جديد واحد ملف جديد هيظهر عندي اللي سوي بالشكل ده لازم في الأول أحط عنوان أو بيبقى تايتل كده في الأول هكتب مثلاً مايكروسوفت أو الـ MIE أنا هبقاعد يحول كله عربي هو مش رادي يرجعه إنجليزي ليه؟ هعمل رلود تمام؟ أنا هحوله إنجليزي وهقول لكم الأسماء بالعربي لأنه هو كمان حتى مش رادي يكتب MIE expert اللي هي المسابقة اللي احنا بندخل فيها اسمها مايكروسوفت educator أكتبها MIE 20 مثلاً 23 خلاص ده العنوان التايتل بتاعي ممكن العنوان ده كمان أحط له background أو صورة لو أنا ضغطت هنا على background تمام؟ ممكن أعمل upload لصورة من عندي من على الجهاز لو أنا عندي صورة أو هو كمان بيديني مقترحات لصور مثلاً أنا ممكن أحط Microsoft active Microsoft بتطلع لي مثلاً صورة زي كده ممكن أستخدمها أخضرها وأستخدمها هنا كده في الـ background عندي تمام؟ أقول له add هتضاف عندي كمان هنا في الخلفية وبعدين بعمل إغلاق من هنا يبقى أنا ضفت العنوان الأول شايفين دي الـ story line أنا ببقى أشغال على حاجة story line خلاص؟ أو اللي هو إيه؟ الخط الزمني تمام؟ لو بالعربي وهنا ده التصميم الـ design التصميم ده أو الـ design ده اللي أنا بستعرض منه شغلي يعني كلما عمل حاجة ممكن أضغط على design وأشوف الشغل اللي أنا عامله شكله إزاي طيب هرجع على الـ story line تاني وممكن كمان شايفين أنا ضفت هنا عنوان وضفت صورة لو ضغطت على details كده أو التفاصيل أسمهم لأهم هذه الصورة لو أنا مثلا مش عاجبيني الصورة دي وعايزة أحذفها أي هضغط هنا على delete يفضل عندي العنوان أنا دلوقتي ضفت الاسم اللي في الأول أو العنوان ممكن بقى بحدده لو عايزة يكون بارز مثلا بضغط كده لو عايزة مائل لو عايزة أضيف link أو رابط بضغط على link أو رابط أنا عايزة أضيف في الـ story line أو توقيت الزمن بتاعي ده أنا عايزة أضيف حاجة تانية هعمل إيه هضغط على علامة الزائد بيقول لي هنا في علامة الزائد عايزة أضيف إيه تاني عايزة أضيف text يعني نص ولا media خلاص ولا group أنا عايزة مثلا هضيف خلاص أنا هضفت العنوان الرئيسي عايزة أضيف عنوان آخر فرعي خلاص هضغط على كمان heading heading يعني عنوان هو بيديني مقترحات هنا دي suggested مقترحات طيب لو أنا هضيف تاني عنوان آخر خلاص هسمي مثلا هحض who am i من أنا لو أنا عايزة أعرفه من أنا أوكي هبتدي أكتب بقى طبعا بعد ما هقولهم من أنا طبعا هو لازم ملف الملف بتاعنا هيكون بلغة الإنجليزية تمام فعشان إحنا نكتبه بلغة الإنجليزية لو مش عارفين طريقة إزاي بكتبه بلغة الإنجليزية أنا بحط الأسئلة بتاعتي وكل حاجة أنا عايزاها بكتبها باللغة العربية كده كل حاجة عندي أنا بكتبها باللغة العربية وبعدين باخدها على مثلا هاخد جزء من هنا كده أنا أجيبها لكم حاجة قديمة عندي وهروح على ملف الورد شايفين أنا بفتح سوري بفتح الباور بوينت عندي وبكتب أي حاجة بكتبها هنا كده بالعربي وعمل لها لصق أوكي وهروح على مراجعة من مراجعة هاختار إيه شايفين ترجمة تمام أول ما بحدد الجزء ده وبعمل ترجمة أهي بيحولوا للغة الإنجليزية عشان الناس اللي إيه أو مش كل معظمنا طبعا اللغة الإنجليزية عندنا هتكون بسيطة مش هنعرف نكتب اللغة الإنجليزية اللي هم طالبينها أو نعرض فكرنا باللغة اللي هم طالبينها فأنا بعمل كده بكتب باللغة العربية وبروح على في الباور بوينت أعمل ترجمة وأبعاين أقول له إيه إدراج خلاص حط لي الكلام اللي أنا عايزة ببتدي الكلام ده اللي أستخدمه بقوم وخداكوبي وأرجعه في ملف الإيه الورد اللي أنا قاعدة بنصق فيه كل سؤال وتحته الإجابة تمام يبقى أنا كده حولت الكلام اللي أنا عايزة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فأنا هاجي هنا فوق أم آي أو من أنا هعرض نفسي من أنا وهبتدي تحته أضيف تكست وهاخد الكلام طبعا اللي أنا كتبته هاخد الكلام اللي هو بالإنجليزي اللي أنا هنا نسخته وهبتدي مثلا أعرضه خلاص طبعا ده كلام أي كلام أنا حطاه لكن أنا هبتدي أعرض نفسي أنا مثلا أنا معلمة كذا أنا بشتغل في دولة كذا أنا حاصلة على كذا أي كل واحد عنده السيفي خاص به ممكن أكتبه في نقاط بسيطة هنا يبقى أنا هنا بقى عندي ده تايتل وده تحته عنوان خلينا نشوف لو دخلت على ديزاين وهوريكم دلوقتي ديزاين إزاي نتحكم فيه خلاص هو أم آي وبعدين إيه تحته الكلام طيب أنا دلوقتي ضفت تايتل كبير بالMicrosoft Innovation Educator Center ممكن أحطها فوق هنا وضفت كمان عنوان وضفت طيب أنا عايزة أبتدي أحط صور أعمل إيه هضغط على علامة الزائد عايزة أوريكم فيه علامة زائد فيه علامة زائد خاصة بالجزء ده خلاص إنه بيعمل زي جروب كده فيه علامة زائد خاصة بالجزء ده وفيه علامة زائد كبيرة برا خلاص إيه الفرق بين الزائد اللي جوه هنا الزائد ده هيضيف الحاجة طبعة للجزء اللي هنا عندي ده طبعة للتايتل الصغير ده خلاص للعنوان ده الهيدنج ده والتايتل اللي تحته عايزة أضيف لهم صورة فهيبقوا كلهم جروب واحد مع بعض خلينا نجرب نضيف صورة أميج مثلا أهيخد من هنا ممكن أضيف من هنا وممكن أعمل أبلود من الجهاز بتاعي طبعا إحنا كلنا هنعمل أبلود من جهازنا يعني لو ضغطت كده وعملت أبلود خلاص هيوديني على الجهاز بتاعي ويفتح لي ممكن أختار أي صورة مثلا من عندي من هنا أختار أي صورة وإيه وأبتدي أضفها خلاص تمام أو إني أنا اخترت صورة من هنا دلوقتي مؤقتا إيه عشان نشوف وهروح على الديزاين مرة تانية هلاقي الكلام وتحت الصورة دول كلهم بقوا إيه جروب مع بعض شايفين لو علامة اللي هي المثلث ده لو ضغطت كده بقى ده جروب كامل مع بعضه تمام التايتل أو العنوان الرئيسي وهنا التكس اللي تحته النص اللي تحته ودي الصورة ادل عليه أوكي ممكن إيه أغلقه كده تمام عايزة أضيف بقى جزء تاني كبير من تحت أهو أبتدي أضيف مثلا heading تاني أوكي عنوان تاني كبير وأبتدي مثلا أكتب إيه الـ activities الخاصة بإيه أوكي أي أنشطة مثلا أو courses أو webinar مثلا لو أنا حضرت الـ webinar أو مثلا أي حاجة خاصة بـ Microsoft أو عملت ورش عمل أو عملت أي شيء ببتدي مثلا أكتب الـ activities الخاصة اللي أنا عملتها وأضغط على علامة الزائد طيب خلينا نشوف فيها إيه علامة الزائد تاني لو أنا عايزة أضيف stock لـ stock image يعني مجموعة عندي من الصور أضغط كده عليها طيب إيه مجموعة الصور اللي عايزة أضيف خليني مثلا أدخل هنا أخذ مجموعة صور بالشكل ده بس إيه مش عايزة أكتر عشان إيه بتعملناش مشكلة في التحميل مثلا الصورة دي ودي كده أوكي وأبتدي أسحبهم أو أعمل upload على طول وإيه وأضفهم هنا كده ده الـ group بتاع stock image ده stock image بيبقى طريقته ازاي بتبقى مجموعة صور مع بعض يعني أنا أنا هنا فوق رفعت صورة واحدة أوكي هنا مجموعة من الصور إيه مع بعض شايفين بتبتدي تعمل loading هتحمل وهي وتم إضافتها هنا أوكي نفس الشيء أنا هبتدي كمان أوقف عليها هنا أضغط على group stock هنا بيظهر عندي هنا إيه الـ group type أنا عايزة الـ group type بيبقى شكله إيه مجموعة الصور دي لما تبتدي يستعرضها اللي هي يشوف الملف بتاعي يكون شكلها عامل إزاي ده دي طريقة عرض أحد طرق العرض فيه دي طريقة الثانية فيه هنا طريقة شايفين بيدينا أكثر من option أنا ممكن أبدل بينهم علشان أختار طريقة عرض الصور الخاصة بي تمام وبعدين الحاجات دي اللي شايفين هنا ده بيعمل إيه زوم أنا عايزة زوم على الصورة الفوكس بتاع الصورة حجم الصورة بيبتدي طريقة عرض الحاجات دي بشوفها إزاي بشوفها وأنا شغالة يعني كل شوية بروح على design وببتدي أشوف طريقة العرض شايفين مش عجباني دي ممكن أخطر إنها تكون أصغر كده شوية وأروح على design شايفين حجمها إيه بقى أصغر شوية تمام يبقى أنا عن طريق الجزء ده ببتدي لما أعمل بس click هنا كده ببتدي أتحكم في طريقة العرض واللي هنا الجروب طيب وطريقة حجم الصور في العرض طيب خلينا نسيب ده كده شوية وخلينا نروح على design علشان عايزة أوريكم حاجة عشان إيه نغير في طريقة design طريقة design دي أو العرض ده بالعرض أفقي شايفينه بيستعرضه بطريقة أفقية لو أنا رحت على كلمة style اللي عندي هنا شايفين vertical يعني عمودي horizontal يعني عرضي بأفقي خلاص slide بطريقة عرض slide أو الشرائح مثلا أنا لو هعمل أكتر من sway ممكن طبعا إيه أو هعمل واحد مثلا يكون horizontal بالعرض عرضي أفقي أو رأسي خلاص ده الطريقة الرأسية طيب إيه تاني أنا ممكن أتحكم فيه في style أنا هنا مديني طبعا إيه أوالب جهزة شايفين بعد design الجهزة أنا ممكن إيه تفدني في ناس بيحبوا يستخدموا الأوالب الجهزة دي كده على طول أهي وأعمل كده وعندي أكتر من design ممكن على طول أعمل كده بيتم تفعيله طبعا style بيتم تطبيقه على إيه على background وعلى حجم الخط وعلى لون الخط وعلى كله زي ما إحنا شايفين كده بيتم تطبيقه على كامل إيه الملف أي حاجة أهضفها هتبقى طبعا لهذا design أو إني أستخدم design من هنا كمان دي أفكال تانية كل دي styleات الجهزة طيب إيه تانية في styleات الجهزة هنا كمان ممكن أختار الشكل ده ده هيكون فقط لون كده طبعا زي ما إحنا شايفين برضو بيتم تطبيقه على العرض بالكامل طيب بعد أما اخترت مثلا خلينا نختار ده كده بعد أما اخترته كمان لو أروحت على customize أو تقصيص أختار كده بيقول لي كمان أنا ممكن أختار يعني subtitle أو العنوان الفرعي وحجم التكست يكون إيه يعني أنا ممكن كمان أغير فيه حجم التكست لو مش عجبني أحس أنه كبير ممكن ببتدي أتحكم فيه هنا كده شايفين طبعا الحاجات دي يعني مش الواحد يعمل الحاجة ويخاف يقول لا أنا هقرب الملف لا أول ده مجرد style أو تصميم وعادي ممكن في أي وقت إيه نشيله ونحط واحد تاني وهنا كمان لو نوع الخط مش عجبني وعايز أختار مثلا نوع خط آخر ببتدي أختار شايفين ده نوع الخط مثلا كزا أوكي وكمان إيه طبعا هو بياخد من الصور اللي موجودة عندي الألوان فأنا لو عايز أغير من الألوان ممكن أبتدي كمان أختار لون آخر أهي وإيه وأبتدي أشتغل عليه تمام ده بالنسبة للإيه للstyle الstyle بيظهر من الديزاين يعني وأنا في الديزاين بختار الstyle علشان إيه أشوف وأي حاجة عندي إيه التراجع اللي هي ال-endoo و ال-rendoo ممكن أستخدمهم من هنا هروح تاني على ال-storyline طبعا طول ما أنا شغالة في ال-storyline أنا نفس يعني أنا كلما حط حاجة أروح على الديزاين أشوف شكلها إيه في العرض أهي شايفين ده شكل إيه حي طيب أنا ممكن من هنا كمان أضغط كده عليها بس يعني لقت المفروض فيه كمان بعمل من هنا مش مشكلة ممكن نعملها من جوة طبعا إيه زي ما شفنا بختار حاجة اسمها ال-focus point في حاجة ال-focus point لو أنا حطى ملف بشكل مثلا طويل وأنا عايزة يعمل على جزء معين ممكن أختار ال-focus point خلاص بيظهر لي هنا كده وأختار مثلا أقول له إيه كده أوكي أختار مثلا ده هيخد ال-focus point على الشاشة بالكامل وبيجيب لي طريقة عرضها داخل الملفين تمام أو لو أنا عايزة focus point معينة مثلا عايزة أوريهم من أنا ده أوكي ببتزي أعمل كده أوكي وأعمل أهو لو رحت هناك هلاقي إيه في ال-focus point الشكل الشكل اللي طالع بيعمل زوم على ال-A القزقية اللي أنا حددتها تمام هي الصورة دي عشان ايه بالعرب فمش تقبين أوي لكن مثلا لو صورة طولية عندي أخترت focus point بياخد القزق اللي بيبغده اللي هو ال-A اللي في الأعلى تمام أوكي طيب ده بالنسبة لو أنا ضفت هنا العنوان وضفت ال-A ده ال-stock image ال-stock image شايفين الفارق بينه انه هو بيديني الصور بالشكل ده مجموعة من ال-A صور وربعا خلينا نغير شكل ال-stock image ده هضغط عليها كده واختار في group type اختار نوع آخر من العرض أو طريقة أخرى دي طريقة تانية وأعمل design شايفين دي طريقة تانية لل-A للعرض وعليكم السلام الجزئية اللي كانت من أول ما بدأتي في ال-design لحد الجزئية هادي كانت الشاشة بالمشاركة مش شايفين شاشتي اه كانت انا عندي انا عند الكل مندري لكن انا كانت ما عنديش شاشة الا تو الشاشة واضحة استاذ الشاشة واضحة مش شايفة تو موجودة لكن من أول ما بدأت في ال-design طيب ماشي قاعد ال-design تاني اهي وكمان لو حبيتوا تشوفوا الشرحة تانية استاذ عبدالبوسط بيرفع الملف الفيديو بالكامل على ال-قناع على ال-يوتيوب على ال-يوتيوب هترجو انكم انت راجعيها استردسامها على قناة ال-يوتيوب ايوه خلاص السريع هنا بدخل على ال-style خلاص او ال-design من هنا طبعا انا في ال-storyline بروح على ال-design وانا في ال-design او التصميم بالعربي هتلاقوها كلمة تصميم هتلاقي هنا ال-style او تقريبا ال-style اللي هي النمط بالعربي على ما اعتقد بس هتلاقوها باينة يعني عليها علامة شايفين عليها العلامة بالتة الالوان دي اهي تمام وبعدين ببتدي بقى ايه ايه استخدم اي style من ال-style دي اللي موجود عندي اما style جاهز او استخدم ايه اا او يعني استخدم style جاهز او انا اعمل له ايه customize كمان او تخصيص ايه ال-style تمام هنرجع تاني لل-storyline احنا غيرنا في طريقة العرض بتاعة الايه اللي هي ال-stock image اهي اخترنا مثلا group type اخترنا نوع اخر ودي كل دي طرق طبعا ممكن احط عدد كبير من الصور في ايه كل group اوكي تمام انا هنزل تحت هنا وهبتدي اضيف ايه حاجة تاني انا عايز اضيف مثلا هعمل هنا media الميديا اللي مسموها عندي عندي image وعندي video يعني لو عندي video عايزة اعمله upload بس انا مش هعمل upload الفيديو معاكم عشان اللودين ما يعملش معنا في التحميل ولو عايزة احط audio كمان ممكن ولو عايزة اجيب اعمل upload هنا طبعا من الجهاز هنا upload هرفع على طول تمام فهنا الفيديو وهنا ال-image وهنا ال-audio اوكي ال-imbed دي لما فيه ملف خارجي ومدينا ان احنا نعمله امبد داخل بدينا زي الفريم بتاعه كده بيبقى زي مش عارفة اقولها لكم ازاي بيدينا جزء بس طبعا مش هنستخدمه يعني ال-imbed ده بس لو فيه مثلا ملف مدينا اللينك بتاعه بيدينا زي ايفريم كده مجموعة كود بنحطها بتبقى دي اسمها ايه ال-imbed ايه فايل بس طبعا مش بنستخدمها احنا اما بنستخدم image او video او audio او هنا ايه التكست طيب لو انا عايزة اعمل نص ويكون فيه link مثلا انا اه رفع حاجات على ال-one drive اوكي وعايزة احط link بتاعها اوكي مثلا عايزة ايه احط ايه my picture اوكي اعايزة اوريكم ازاي اعمل ايه link انا كتبت هنا الكلمة اوكي هتضغط على كلمة link من هنا خلاص وهنا هتحط مثلا ال-web link ناخد اي link عندنا هنا ايه او مثلا trans script اخد copy link اوكي انا اخدت اي link يعني وس انتو هتحطوا مثلا link اللي انتو عايزينو انا بس بوريكم طريقة اضافة link وقول له ايه اوكي شايفين شايفين my picture بقت ايه بقت عبرها عن ايه عمل ايه تحتها underline عطت تحتها خط ايه شايفين ان هي بقت ايه hyperlink بقت link لو رحت على design هنزل تحت كده شايفين my picture ايه بقت ايه لو ضغطت عليها هتوديني على link اللي انا حطيته بس زي ما احنا شايفين كده ان my picture ظهرة مع الصور اوكي انا مش عايزاها دي ظهرة مع الصور انا عمليها هنا دي حتى لو قفلت ده كده هنلاقيها ايه تابعة لي انا عايزاها تكون لوحدها اوكي فانا ممكن نعملها heading لوحدها فهي ايه بتنتقل الى مكان ايه لوحده ديني شايفين كلها برعا عن عنوين ونخلي كلامنا واضح والحاجات الادلة بتاعتنا تكون واضحة وكمان تخلي يعني يكون الموض بطريقة شيخة اعرض شغلي حيث اللي بيشوف شغلي يحس ان هو ايه ما يملش من الحاجة وابتدي كمان اكتب له عنوان لكل حاجة يعني كل حاجة بديها عنوان وممكن شرح بسيط الشرح البسيط ده انا ممكن اخده من اجاباتي في الاسئلة يعني انا ممكن من اجاباتي في الاسئلة اخد اجزاء بسيطة كده واحطها تحت التايتل يعني عنوان وبعدين اخد تحته تكست خلاص احط شرحه مبسط كده عن الجزء اللي انا هعرض الصور عنه او السؤال اللي انا بعرض الصور عنه دي ادل عن كذا 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 الافدنسي بتاعت كذا بصوري في احد الفعليات دي انا نشاط انا قمت بي وببتدي احطه اكتبه هنا واحط ايه الصور الخاصة بجي تحته بحيث ان كل حاجة تكون ايه مرتبة طبعا فيه شايفين هنا الترقيم اكيد طبعا كلنا بنستخدم الورد والباوربوينت وعارفين ازاي الترقيم ده لو هكتب نقاط هكتب مثلا هكتب مثلا باوربوينت انا هكتب اي كلام يعني وهكتب وورد وهكتب اكسل ممكن بعد كده احددهم وممكن اروح على البولت او ترقيم انا بختار انا عايزة يكون ترقيم ايه خلاص وببتدي اعمل لهم ايه نقاط وابتدي انسق الشغل لو في بعض العبارات اللي انا عايزة تكون برزة ممكن اضغط لها كده اضغط كده زي اللي هو البولد خلاص دي بتكون فيها بروز شوية زي ما احنا شايفين اوكي وببتدي اعرض شغلي بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده هو لسوي طبعا تطبيق بسيط جدا بس بيطلع شغل المخرجات بتاعته بتكون جميلة وبيظهر عندي في الاخر الديزاين بيكون بالشكل ده مرتب وجميل وزي ما وردكم هنا ده مثلا تقديم كنت عاملايا قبل كده اهو نشوف من الديزاين كده اهي مثلا تقديم خلاص شايفين ان هو بيديني total في total عندي للايه للأحرف والصور شايفين بيديني هنا ايه كام اهي فانا هنا استنفت عدد ايه الاحرف maximum number of contains items اهي فهو بيديني عدد معين عشان احنا طبعا النسخة اللي هي بتكون غير مدفوعة وببتزي زي ما احنا شايفين استعرض كل ايه كل شغل بتاعي بطريقة قدامي يبقى ايه طريقة شايقة اهي انا ده مثلا التقديم بتاعي اللي هو كان اول مرة اهي ببتدي احط السؤال مثلا كده واستعرضه كمان بالشكل الامامي ده ابتدي استعرض الحاجة ابتدي استعرض الصور ونوع في الصور كمان تمام اوكي فدي طريقة للسوي وطريقة عمل للسوي طبعا بعد ما بخلص اللسوي انا ازاي هاخد اللينك بتاعه علشان دي جزئية مهمة جدا ازاي هاخد لينك اللسوي هروح على شير او مشاركة اللي هتكون موجودة عندي هنا اهي شير او مشاركة واضغط عليها لما بضغط على الشير او المشاركة هيبقى قدامي ايه شايفين كلمة view anyone with this link can access this way انا هخليها view اوكي وهعمل ايه copy link وهضغط اللينك وهبتدي اروح اضيفه في ملف الاسئلة اللي عندي اللي انا ابتدت اشتهل فيه اضيف ايه اللينك ده في حسب السؤال يعني ممكن يكون عندي اكتر من ملف سوي انا عملاه فهضيف في كل سؤال انا هبتدي اضيف ايه اللينك الخاص بي تمام بس اتأكد وانا بعمل مشاركة للينك ان يكون ايه anyone can view طيب ازاي نتأكد ان اللينك بتاعي شغال عندي طريقتين اما اني هروح ادي اللينك ده لاي صديق عندي مثلا اعمله share للينك وخليهم يطلعوا على اللينك ويشوفوا اذا كان اللينك ايه فتح معاهم او لا او طريقة اخرى ان انا مثلا بروح بفتح في الجوجل عندي اللي هي ايه تصفح المتخفي خلاص بفتح نافذة التصفح المخفي وببتدي اضيف فيها اللينك بالشكل اللي امامنا ده اوكي لو فتح معايا طبعا ليه التصفح المخفي انه مش بيبقى شايف الاكاونتات بتاعتي لو فتح معايا زي ما احنا شايفين كده اهو فتح الملف معايا يعني انا من الملفات او تقديمات النومي نيشن بتاعة المايكروسوفت بتبقى ريجيكتد او بيتم رفضها بسبب انهم احطين ملفات سواء الوان درايف زي ما استاذ جان قالت لكم او السوي بتكون مش بتفتح فعشان كده بيتم ايه رفض ملف ايه الترشح او ملف التقديم بتاع ايه المايكروسوفت تمام في حد عنده اي سؤال لحد هنا انا كده تقريبا ايه جمعت لكم النسوي اه في حد عنده اي استفسار سلام عليكم استاذ يعطيكم العافية الله يعطيك يا رب دكتور عبد الباصد وانتو حضراتكم ما قصرت معانا يعطيكم العافية الله يعطيك يا رب وشكرا عليكم استاذ الله يسلم الدكتور استاذ معاني شمر بالنسبة للرسيام انا لازم اسوي في الورد بعدين اضعوه هنا او ان انا اكتب هني على طول يعني بالسوية ممكن تكتبي في الاسوية على طول عادي الاسوية عادي ممكن تشتغل عليه ده غير ملف اسئلة نفسه ملف الترشح نفسه اللي بتقفعيه اللي هو بتاع التقديم نفسه ده غير بتكتبي في حاجات اوكي يعني ملف الاسوية انا انا ليه بكتب انا في الورد الاول لا ممكن تكتبي هنا مباشرة انا ليه بكتب في الورد انا بتكلم بشكل عام انا بحب قبل ما بتدي اشتغل على ملف النومنيشن او الترشح ان انا بعمل ايه بجمع افكاري كلها في ملف وورد او بووربوينت ببتدي اكتب انا عملت ايه انا عملت ايه يعني قبل ما اشتغل قبل ما اشتغل ابلش في الشغل اصلا ببتدي اجمع افكاري برا كده اجمع شغلي كله اعمل تصور عن عملي خلال العام كله ببتدي اجمعه انا في ملف وورد كده او ملف بووربوينت واحط التصور لشغلي وبعدين ابتدي ايه انقله هنا ممكن عادي ممكن حد يبتدي يشتغل هنا على طول ممكن تفتح بس المهم الاخير هو اللي تشاركي تفضلي استهد بالنسبة للسيرة الذاتية انا احط الشهادات غير شهادات الميكروسوفت اللي عندي ممكن اه ممكن تحطي طبعا اه اه تحوليها صور لو عندك ملفات بدي اف حوليها صور يعني مثلا هنا اه انا كنت عملة عملة فايل اسمه my certificate اهو الشاشة طالعوا قدامكم ايه بعضها بس تمام ايه تمام يعني عملة مثلا فايل مثلا my certificate وحط فيه مثلا شهادات الشكر مقسمة الشكر وشهادات الايه certificate اهي اهي مثلا كل اي شهادات شكر خاصة طبعا ده اخد مني جهد كبير حطيت الاسكانر وحطيت كل شهادات الشكر عندي واعطت عمسكان لكل الملفات اللي عندي خلاص اهي شايفين مثلا كل واحد ممكن تقدر ترفعي لايه الملفات تعملي ملف تحطي تحطي اخصوان شهادات الشكر يعني كمان مثلا هنا الحاجات مثلا اللي هي البروفيشنال ترينينج سرتيفيكيت مثلا عاملة الحاجات اللي اخدتها مثلا انا اخدت لمركزة انا اخدت مثلا دخلت على موقع يوديمي اخدت شهادات انا اخدت مثلا في الامارات مثلا اخدت اللي هو السفير كنت في الامارات هنا مثلا هنا اهي اي شهادات اخدتها اهي او شهادات حضور ورش اهي بابتدي ايه احطها هنا بالشكل الامامي ده ودي كلها ممكن احطها كلينكز يعني يعني ممكن دي احطها لينكز يعني كل واحد مثلا اخد اللينك ده واخده اخد اللينك ده واخده تمام وببتدي طبعا إحنا بعد أن نرفع الملف طبعا شايفين الملف اللي أنا عملاه دلوقتي ده زيرو شايفين شكل العين ده زيرو إحنا بها بنبتدي كناس عاملين النوميشن نبتدي كل كم يوم كده نفتح نشوف عدد اللي عند العين ده أول ما نبتدي نلاقيه يتحرك طبعا لغير لو أنت مشاركة مع حد من أصدقائك وشايفه وشايفي عرضين ملفك فبتكون يعرفة هنا كم رقم من الرقم الموجود هنا أول ما بيبتدي حد يدخل على من خبراء هما اللي بيشوفوا بيعرضوا الملفات أو بيبتدوا يقيموك يعني بتلاقي العدد باب بيبتدي يتغير بتاع العين ده أول ما بنلاقي حد الرقم ده يتغير نعرف أن حد بيبتدي يشوف إيه بيستعرض الملف النوميشن بتاعنا أو بيشوفوا ملفنا يعني أنه هو بيتم دلوقتي إيه تقييمنا فبكده بنعرف إذا كان الملف تشاف أو لا منه عن طريق ده ده إحنا طبعا إيه يعني بنوع نلعب كده كل شوية كل كم يوم أدخل وعمل أفتح السوي واشوف ملفي تم عرضه ولا لأ يعني بس فدي أحد الطرق طبعا أو أستاذج هنا عرضت لكم الوان درايف طبعا إحنا يفضل هنستخدم الاتنين يعني هنحط في الوان درايف الملفات الكبيرة زي ما قالت لكم نعرض مثلا هتعملي فولدر هتسميه مايكروسوفت الأكسبرت أكسبرت عشرين تلاتة وعشرين وتبتدي تأسيميه من داخل فولدرات فولدر للفيديوز فولدر للصور وتبتدي تحطي إيه شغلك إيه في داخل إيه الملف نفسه عشان إيه يبقى شغلك منظم طبعا وهتشاركي الفولدر النهائي اللي بره يعني مش هتشاركي الفولدرات اللينكات اللي بره الفولدر اللي في الآخر اللي بره هو اللي هتعمليه لفيو فهيعمل أكسز اللي هيدخل عليه هيعمل أكسز أو إنه هو قدر يفعل أو يشتغل على يشوف كل الفولدرات والملفات اللي بتقوم داخل الفولدر تمام؟ مفهوم في أي سفسار تاني؟ أستاذ أستاذ يعطي شرعه يا حبيبتي مشكوره ما تجسر تاني في أي سفسار تاني؟ تفضل أستاذ عدل السلام عليكم عليكم السلام ساعدين بتواجدك معينا والله أستاذ فاضل يعني شرف لنا جميعا الله يعطيش العافية السادة إيماني ربي كتب أجرش في بس إضافة بسيطة بعد لو حبينا نضمن ملف سويب في ملف سويب عواضا من أن نحن نضيف الرابط يكون بشكل أجمل يعني يعني بالإمكان تضمين يعني لو تروحين مثلا إذا عندش ملفين الآن تطبقينها معاي آه تمام آه أنا ممكن بحط كمان آه مثلا الملف ده أنا هرجع مثلا على الملف سويب تاني أاخد مثلا اللي هو مثلا ماي سورتيفكيت أدخل عليها آه يعني أي ملف أسوي شيرينج آه أعمل شيرينج من شيرينج في لهو الget embed code تحت تحت get embed code أيوة هذي أسوي كوبي شوي شوي خلاص الآن سوي كوبي في الكليب بورد الخاصة بالكمبيوتر أروح للملف الثاني اللي بسوي له تضمين آه الثاني اللي بحط فيه الملف لهذا أيوة أختار أي ملف أختار اللي هو زائد على تحت أحط زائد بس دقيقة من الميديا فوق الميديا أيوة جميل الميديا فيه اللي هو أيوة هذي أسوي الاسقل الآن control V بس الآن استعرضها أسوي استعراض design تماما كنا عاملينها في الشهدات بدايتنا كنا عرضينها بالشكل ده الـ embed code ديت تحت تحت تكوه الناس أيوة جميلة جداً شوفيه الآن ملف سويدي أقدر خلي أكبر أخلي حاجمة بشكل أكبر أيوة روح إلى التزاين وأكبر الحاجم أوريها لكم بطريقة تانية كمان هنا كنت عاملها هنا حطها بطريقة الـ embed code دي برضو هنا أهي استعرضت حطي كزا ملف وحطتهم بطريقة الـ embed code أهي embed code أهي هاي certificate والحاجات دي كلها كنت حطاها embed code بس أنا خفت يعني عشان الناس ما توهمش معي أدي كلها embed code أنا جبت شهادات الشكر والتأدير طبعاً عشان هنا الـ زي ما قلنا محدد في الصور وفي الحاجات فهي أنا مثلاً جبت كل أنواع الشهادات اللي عندي آآ سواء شهادات اللي هي الاحترافية أو كده حطتها بطريقة الـ embed code هاي بيتم معرضها بالشكل ده ربي جزاش خيره استاذة إيمان طبعاً قد يسأل صالة استاذة إيمان ليه أسوي لهول لأنه زي ما قالت استاذة إيمان فيه لمت معين لإضافة الصور للنسخة المجانية أو حتى النسخة المؤسسية طيب أنا عندي شواهد وأدلة أكثر من ميتين عندي شواهد أكثر فكيف نتقلب عليها أن نحن نسوي أكثر من ملف سوي ونضمن مجموعتها السوي في ملف سوي واحد لو تجاوز عدد الصور المسموح فيها فقط لغير هذه الإضافة استاذة الله يزاش خيره وشرح أكثر من رائع هدوء إبداع في إصال المعلومة ربي يكتب أجرش في أمان الله الله يخليك إحنا ساعدين بتوقيت حضرتك معنا ونورتنا يعني صراحة في أي استفسار تاني دكتورة إيمان يعطيك العافية الله يعافيك شكراً جزيلاً على هذا الاستقليم الرائع لكن أنا اقترحت على دكتورة عبد الباصد قبل أنه ياريت قبل الدورة أنه يكون هناك يعني تعريف إعلامي في رواب روابط الترشيح إلى هذه المسابقة ما هي الملفات الواجب يعني أو الحد الأدنى من الملفات المطلوب من المعلم حتى يقدمها بعدين تجي هذه الإجراءات الله يبارك فيكم يعني الآن أنا حضرت هذه لكن أنا لفتني أنه الترشيح لكن أنا بصراحة وبكل شفافية وأفكر بصوت عالي أنا ما عندي خلفية عن هذا الموضوع فيا حبة أن تكون هناك مقدمة مثلاً تكون بالتعريف بهذه الأهداف لماذا نعمل هذه الدورات لماذا نلتقي لماذا نجتمع الله يجزيكم الخير خبرات رائعة جداً ومداخلات أخونا أبو سلمان الله يجزيكم الخير يعني نحن الآن متشوقين إلى العمل ومتشوقين إلى الترشيح لكن الآن أنا ما عندي لا رابط الدخول ولا رابط ترشيح ولا الحد الأدنى من المعلومات حول هذه المسابقة جزاكم الله خيراً لو نكمل هذا الأمر يعني إتقان الأمر من وحي ديننا الإسلامية أنه تكون هناك تعريفات إعلامية تشبع رغبة من يريد أن يتقدم إلى هذه الدورات لكي يتكلل بالعمل مباشرة بعد انتهاء الدورة ممكن أنا الآن مستعد لو عندي الأمور هاية والأدوات أنا مستعد مباشرة الآن أن أدخل وأعمل ما فعلتموه أنتم في هذه الدورة مكتورين الخير وما هي أنا كمعلم صف أول اتدائي ياريت مثلاً أنه هناك في شرح مبسط أنه أنت يجب عليك أن تدخل كذا أن تدخل كذا أن تدخل كذا وبالتالي هذا يأتي من أهداف مبادرة التطوير طور نفسك الله يبارك عبد الباسط أستاذ إيمان تسمحوني أني أجيب الأستاذ شكراً أنا وسلمان حياك الله أستاذ إيمان اتفضل الله يجزاكم خير شكراً لك أستاذ الله يعطيك العافية شوف أستاذ أنت لو أنك متابع مع الدكتور عبد الباسط ما شاء الله تبارك الله يعني بدأ سلسلة من الصفر إلى الليان أنا اليوم أول دورة ألتحق فيها ممتاز بس عصاص أنا أبين لك مجهودات اللي يقوم فيها الدكتور واللي يقوم فيها الأساتذة الكرام أستاذ جيهان أستاذ إيمان أنا أحيب أختصر لك شنه خبير مايكروسوفت للتعلم الإبداعي كان سابقاً بس بأخذ من وقتكم ست دقائق عادي أستاذ الدكتور عبد الباسط فضل خبير مايكروسوفت للتعلم الإبداعي كان يسمى سابقاً معلم مايكروسوفت الخبير الآن افتحوا المجال حتى هي من قبل ما هو فقط المعلم هو اللي يقدر يرشح نفسه للقب العالمي جميع من يرسل معلومة يسمونها أديوكيتر مدير مدرسة مشرف تربوي منسوبية تعليم مدرب يعني ما هي فقط حكر للمعلمين ولا هي حكر لتخصص معين يعني نقول فقط الحاسب الآلي أبداً حتى أنت يا أستاذ بما أنك معلم صف أول يحق لك الترشيح لهذا اللقب العالمي إذن هذا أول خطوة طيب شو راح أستفيد أنا بكل بساطة أول شيء تحسين نواتج التعلم اثنين لما أنا أدخل للترشيح مطلوب مني أني أحضر وحدتين تدربيتين في موقع ليرن شنه موقع ليرن؟ هذا موقع تابع لشركة مايكروسوفت تساعد للتطوير المهني للمعلمين ولكل من يدخل عليه ويقسم إلى قسمين يأنه زي ما يسوي الآن الدكتور والأستاذة الله يزاهم خير تعلم تزامني إيش معناه تعلم تزامني في وجود مدربين الآن موجدين معنا المدربين أو إنك تحضر غير تزامني إنك تفتح موقع ليرن وفي دورات تحضرها بكيفك وتكملها في أي لحظة فلما تحضر وحدتين هنا يعطونك شارع اسمها معلم ميكروسوفت الموبد عندنا رح نرسل بعد قليل الرابط ليرن اللي يساعدك على إنك تاخد دورات وتطور نفسك مهنيا طيب لما خدت دورتين وحدتين سواء كان مع المدربين أو حتى غير تزامني أنت رح يكون عندك شارع اسمها معلم ميكروسوفت المبدع المعتمد هذه هي الشارع اللي رح تخليك تدخل للترشيح من أوسع بوابه أو هي المطلب الرئيسي طيب جميل جداً إذن شنه المتطلبات؟ واحد يكون عندك إيميل أي إيميل لكن يفضل يكون أحد إيميلاد شركة ميكروسوفت إذن ما هنا أحد الآن فينا ما يملك إيميل سواء الجيميل أو الهوتميل أو الأوتلوك إذن واحد من المتطلبات اللي أنت طلبتها أن تكون عندك إيميل اثنين أن يكون عندك عضوية في ليرني يكون عندك عضوية في موقع ليرني اللي أنا قلت عليه تشرف عليه أو مؤسسته شركة ميكروسوفت في مجموعة من الدورات طيب كيف يصير عندي عضوية في ليرني يا سادة يعني واضح لنا مجرد أن يكون عندك إيميل تسجل دخول ما فيه أي sign up فيها sign in أي إيميل من الإيميلات لما تدخل على رابط لير اللي هو رابط الدورات بهدوء راح يطلب منك بعض الأمور يقولك أنت شنوه اهتماماتك لما تسجل دخول بنفس الرقم السري للإيميل ونفس كلمة أو اسم المستخدم نفس اليوزر نيم لما أدخل آنه يطلب مني شنوه اهتماماتك بس وكل هذا خلاص بعدين يقولك تفضل شبيك لبيك جميع الدورات ما بين إيديك أوكي إذن واحد صار عندي إيميل اثنين عندي عضوية الآن صارت مجرد أني أدخل مجرد أسجل دخول ما فيه sign up sign in مباشرة تسجيل دخول بعد شل مطلوب رقم ثلاثة أنك تفتح نموذج الترشيح واللي يقسم إلى ثلاث أقسام اللي يقسم نموذج الترشيح أنت الآن إذا بتدخل أي مسابقة في نموذج تعبي هو نفس الشي بعد ما صار عندي عضوية وعندي إيميل الآن بس أدخل نموذج الترشيح طيب شو المطلوب في نموذج الترشيح واختصرها ثلاث مراحل أول مرحلة بكل تأكيد أنك تعبي معلوماتك الشخصية هذا اسمك واسم مدرستك وين تقع مدرستك في أي شارع وكذا وكذا لما عبيها خلاص رح توصني إيميل أنت الآن دخلت في الترشيح ما فزت رح يوصلك إيميل أنت ساعدنا بك شركة مايكروسوفت ما شاء الله عليك أنه نشجعك أنك تكمن رح تشوف بعدين يقولك edit self-nomination أو حرر نموذج الترشيح هذا خلصت المرحلة الأولى ينتقلك المرحلة الثانية يسمونها الأسئلة المقلقة ثواني بس الأسئلة المقلقة اللي عليها درجات هذه الأسئلة المقلقة سهلة جدا تسئلك كم مرة استخدمت الباوربوينت كم مرة استخدمت الفلبجرد إذن هي أسئلة يقولك بشكل يومي أسبوعي شهري نادرا أو نفر مرة واحدة ثواني بس أعتذر بس عندي صوت الطائر اللي عندي فإذن قلنا الأسئلة المقلقة هذه تصحح بشكل آلي إذا جبت فيها فوق المية على طول يجي لك رسالة عقب يوم يومين أو حتى بعد لحظات يقولك ألف مبروك أنت انتقلت إلى المرحلة النهائية اللي هي مرحلة الثالثة اللي تقيم في فريق مايكروسوفت المحلي أنت في أي دولة في فريق شركة مايكروسوفت تقيمها إذن المرحلة الأولى تعبئة بيانات أسئلة مقلقة تم شرحها بالتفصيل أنا عندي رابط لها بالتفصيل في أحد وابنارات اللي كانت عندنا في وزارة التعليم وفيها إجابات بكل أمانة بطلب من الوزارة عندنا يعني ما عندنا أي إشكالية لأنها سوي ساب بورد على افتراض يا أستاذ أنك شوي عذرا على هالكلمة أخفقت يعني ما ما اجتزت المرحلة الثانية ترى شركة مايكروسوفت ما هو هدفها بس تحقيق مؤشرات راح يوصل لك إيميل أنت لم تصل إلى المئة الدرجة بإمكانك أنك تلقي الترشيح وتسجل من جديد سجلت من جديد ما قدرت تجتز الأسئلة المقلقة اللي هي البسيطة جدا تعطيك فرصة ثالثة رابعة إلى أن تجتز إلى المرحلة الثالثة هنا المرحلة الثالثة هي مرحلة مصيرية هي خمس أسئلة فقط تجيب عليها بطريقة إبداعية ما بيأتكلم فيها بالتفصيل أكيد تتكلم عليها الدكتور لأنها تاخد وقت اللي هي كم مرة شل أدوات اللي استخدمتها في ميكروسوفت عصص تحسن نواتج التعلم المشروع هي خمس أسئلة تحتاج إلى برنامج الحالة يعني بكل أمانة إذن هذه بكل بساطة استاذي الكريم السائل أنك فقط يكون عندك إيميل أنه يكون عندك عضوية في لير تاخد دورتين بس وكل ما أخذ دورات أكثر رح يمكنك أنك تصل إلى درجة المئة أسهل والمرحلة الثالثة لما تفوز في خبير ميكروسوفت زي ما قلنا رح توصلك في 2 أغسط 2 أغسطس أنك الحمد لله أنت من الخبراء لهذه السنة ورح ينزل اسمك في نشرة البي دي ايف اللي تنتشر عالميا وتمثل مو فقط اسمك أيضا اسم مدرستك رح تكون موجودة في البي دي ايف يعني معنات أننا حملنا رايات وطننا الحبيب وأيضا مدرستنا ورفعنا مؤشراتها وراح تكون مدرستك تحت الأنظار يعني بإمكانها تصير من اللي هي يعني بإمكانها يعني مع الوقت أن ترشح المدير يرشح مدرستك ضمن المدارس الحاضنة في ميكروسوفت أتمنى أني ما أطلت أتمنى أن المعلومة وصلت هي بس رابطين تأخذهم حتى رابط واحد من الرابط اللي عارضة الدكتور بإمكانك أنك تفتح نموذج الترشيح تمشي من الإدوكيتر سنتر جميل هذا الرابط اللي راح نشره من إدوكيتر بروغرام ممتاز فيها تحت لا بعد تحت أيوة هذا الرابع جميل أضغط عليه فيه هنا تحت أنزل مكتوب سلف لا بعد إيواتنا شوفيها هذي تحت مكتوب على نومنيت يورسلف نومنيت يورسلف أضغط عليه هذي نموذج الترشيح اللي أنت مطلوب تسوي رجست رجست أنا رنيو بس أنا هيكون عندي رنيو رجست هذا شوفي إذا عندك حساب مباشر في الفيسبوك تختار الأول إذا عندك حساب مايكروسوفت تختار الثاني إذا عندك حساب مؤسسي مدرسي من مزارة التعليم تختار الثاني لو عندك إيميل جيميل لا لا بد أنك تسوي شوف يقول لك صادة في مكتوب create a username and password لا فوق فوق شوي الزرقة هذي أيوة يقول لو أنت ما عندك أحد الحسابات الأربعة اللي إحنا فوق قلنا عليها بإمكانك أنك تسوي حساب أنك تسجل لك يوزرنيم هذا لو كان عندك إيميل جيميل لا أنا عندي ميكروسوفت ليش أروح أرجع وأتعب نفسي أيوة هذي مباشرة واضح الصادي ولا أنا سرعت في الشرح الصادي اللي سألت واضح حسن صد حسن صد حسن آه ممكن صار عندك لا هو كده هو نعمل هو النومينيت طبعا هنا ده لو رينيو احنا رينيو لكن نومينيت من الأول هيبقى دههم الأسئلة دي لها يبتدوا يجاوبوا عليها شكرا جزيلا دكتور عبد الباصد شكرا أخي أبو سلمان على الاستفادة الرائعة جدا جدا ألف شكر أنا الآن وضعت قدمي على يعني أول درجة للطريق إن شاء الله بس خلي بالك الطريقة بتاعنا محتاج سرعة شوي يعني إحنا النهاردة خمسة فاضل بكرة وبعده يعني مش هنحط نفسنا في بعده احنا هنحط نفسنا في النهاردة وبكرة إن شاء الله الأمر سهل وبسيط خطواته على فكرة سهلة وشكرا طبعا للأخوي الفاضل آه أستاذ فاضل على عرضه المميز إنه فيه نقاط وضحها بشكل آه صراحة رائع صراحة والله يا دكتور عبد الباصط إن الطريق ممهدة والسجادة الحمراء مفروشة من شركة مايكروسوفت ومن وزارات التعليم ومن المقائمين على هالبرنامج لأنه فيه تعاون ما بين وزارة التعليم في كل دولة وما بين شركة مايكروسوفت التعليمية ليحصل على هذا اللقب أكبر عدد من المعلمين ليه 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 زي ما قلنا احنا رح يحسننا نواتج التعلم رح يصاعدنا في التطوير المهني رح يعطينا دورات تأصلنا علميا في استخدام أدوات مايكروسوفت واستراتيجيات التعليم الحديثة أيضا رح تصاعدنا على دمج التقنية في التعليم أيضا رح تسهل من أداء المعلم يعني مثلا جداول الإكسل رح تخليني أرصد درجات طلابي بكل بساطة أعرف منه الأعلى درجة من الأقل أسوي الأفرج أسوي استخراج للنتائج في ثواني الوانوت مثلا يخليني أستقبل المهام الأدائية شوفش رح يسهل عمل المعلم الوانوت لما أتمرس عليه أستقبل المهام الأدائية للطلاب ويصنفها لي في دفتر ملاحظات الصفوف بطريقة إبداعية تسهل على المعلم التصحيح البلانر هذا أحد أدوات مايكروسوفت المشاريع الحاسب الآلي تخليني أستقبلها وفيها وقت انتهاء أنا ما بيأطول يعني التيمز بنفسه الآن في أدوات اللي هو البروغرس أو الريدنك البروغرس في السايمينت في التيست كيف يتخلي الطالب أعرف من اللي فتح الرابط الفورمز ولا حل يعلمني ترى يعني بعضهم يقولون انقطع عندي بعضهم يبين لك في أداة الانسايتس في التيمز إن كل سكنات الطالب وحركاته تعلمني لما أنشأ فريق من نوع كلاس في أداة اسمها الانسايتس اللي هي التحليل يعلمني الطالب كم مرة رفع يده الطالب كم مرة حل الواجب كم مرة شارك كم مرة طلع ودخل إذن هي بالفعل تسهل من أداء المعلم أدوات مايكروسوفت مشكورة شركة مايكروسوفت وجميع مزارات التعليم اختارت مايكروسوفت لأنه بالفعل فيها أدوات تعين المعلم وتساعد على تحسين نواتج التعليم مايكروسوفت أعطيل أكثر وأسرق من وقتكم الكثير الطريق ممهد أبدأ خذ الخطوة بداية الألف كيلو تبدأ بخطوة أبدأ يوم الخميس بالفعل ينتهي الترشيح لكن تبدأ راح تشوف العملية سهلة وسلسة ولقمة سائقة ويسلها اللعاب بإذن الله تعالى شكرا جزيلا شكرا جزيلا للفرق العامل عاجز عن الشكر يا دكتور عبد الباصد دكتور ابسلمان دكتور ايمان الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم وبالتوفيق جميعا إن شاء الله وطبعا دكتور عبد الباصد بيحط الفيديو وإحنا كمان أنا أستاذ جهان عشان لو هتتواصلوا معنا بيكون طبعا من خلال قناتنا التعليمية قناة كومبيومي عن طبط لكم برضو الرابط بتاعها في الشات لو حابين تشوفوا برضو عرضين بعض الفيديوهات الخاصة بمايكروسوفت وبعض التطبيقات كمان المفيدة لو حابين تطلعوا على على الفيديوهات اللي احنا حطناها هنحط لكم كمان الرابط في الشات دلوقتي إن شاء الله ربي يجب وشكرا أستاذ إيمان وشكرا أستاذ الفاضل أستاذ حسن يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وفي التجارب علم يستانف يعني حتى لو أني ما جدرت أكمل على أقل أخوض التجربة السنة هذه بحيث تكون تمهد لطريق للسنوات القادمة قد قد أيضا نفس ما حدث العام الماضي يفتح الترشيح في شهر نوفمبر أنا أقول قد لأن العام الماضي كان عام استثنائي تم فتح الترشيح لفترتين وعلى فكرة العام الماضي أيضا لما شافوا أن العدد قليل المترشحين مددوا عملية الترشيح للفترة الأولى يعني شوش اللي صار العام الماضي مددوا الفترة وافتحوا فترة ثانية فأنت على الأقل خذ التجربة أستاذ حسن أبدأ الخطوة وبإذن الله تشوفوا الأمور طيبة ما فيها خسارة ما فيها بالعكس أرتب أوراقي بحيث أني لو ما في السنة هذه يكون عندي تجربة سابقة تساعدني على اجتياز بسهولة ما هو مطلوب شكرا لكم شكرا لك أستاذ فاضل وعلى فكرة أنا مشاير هنا في الشات الخطوات الأولى وكيفية الدخول على الروابط وحطت لك الروابط طبعا وده شيء آآ مهم جدا واللي متواجدين معنا من البداية عارفين كده آآ كمان فيه جزئية مهمة الخاصة بات كيفية الإجابة على أسئلة التجديد فلو حبين إن احنا نتكلم عنها يا ريت حضر لكم بس رفع اليد وأستاذ إيمان ناخد من وقت ممكن أنت أستاذ فاضل وأستاذ جهان ممكن أستاذ فاضل يستعرض شوية وأبتدي معكم فاضل فاضل أستاذ فاضل إن احنا نغطي جوانب مهمة جدا يعني أترك الآن الثاني والرابع والخامس راح أقول السؤال الأول والخامس والسادس هي نفس السؤال تقريبا لكن السؤال الأول يقول شوف للناظر في الكويت وصويت لزملائك المعلمين إذن بالاستخدام عدوات مايكروسوفت لأن الآن التجديد شركة مايكروسوفت تعتبرك أنت يا خبير مايكروسوفت سفير شركة مايكروسوفت ومنحتك الثقة التامة أنك لا يحتاج الآن من جديد كم مرة سخدمت في وكم مرة لا أنت اجتزت المرحلة وانت الآن سفير هذه السفارة نسميها أو هذا اللقب ما عليك فقط إلا أنك تجيب على ستة لاسئلة إذن السؤال الأول كيف خدمت زملائك والقادة السؤال الخامس نفس الشي في 12 شهر الماضي شلي قدمت لمجتمع مايكروسوفت للخبراء شلي قدمت يعني كم تقريدة أرسلت هل سوت متابعة لحسابات شركة مايكروسوفت هل بالفعل نشرت يفعل الدكتور جزاه الله خير كل ما يخص الترشيح وسهلت الصعاب أمام الجميع أن يحصل على هاللقب إذن السؤال الخامس شلي سويت لمجتمع مايكروسوفت سواء كان عن طريق السوشال ميديا أو عن طريق إقامة دورات السؤال السادس شوف الفترة الزمنية يقولك في السنة القادمة لو أنت فزت في اللقب في السنة القادمة لو أنت في الفعل فزت المرة ثانية واش راح تسوي لمجتمع مايكروسوفت للخبراء لك ثلاث أشياء ولابد أن تكون هذه الثلاث أشياء واقعية ما تكون تخيلية يعني مثلاً تقول ودي بإذن الله قاعدكم أني سوف أستعد للمؤتمر الدولي حتى أرفع رأيات وطني وأقدم مشاركاتي هذا مثلاً أو أني أطمح أني أحصل على لقب الفلو لقب الزمالة بحيث أني أنا أكون عندي دافع أكثر للتعريف بخبير مايكروسوفت ولشرح أدوات مايكروسوفت يعني تذكر ثلاث أشياء واقعية أنك بالفعل راح تدعم فيها مجتمع مايكروسوفت يعني مثلاً تقول ودي أطمح أكون موجه عالمي للعبة الماينكرافت حتى أستطيع أني أصمم دروس تعانيمية وأنشرها في مجتمع مايكروسوفت بشكل مباشر شوف هذه مستقبلية ممكنة يعني الأمثلة كثيرة ما أنا بناخد فيها يعني وقت كبير إذن هذه الثلاث الأسئلة لو تلاحظها متشابها شي اللي صوت لكن الفترة زمنية تختلف والفئة المستهدفة تختلف واضح صد الدكتور عبد الباصط ولا فيها طبعاً واضح أكير جميع يعني هي كلها أسئلة من أساس العمل بتاعك واحد خد اللقب ونام واحد تاني لا خد اللقب واشتغل على نفسه واشتغل على غيره بمعنى إيه اشتغل على نفسه على غيره إن هو قام بإعداد وكمان عرض مجموعة متنوعة من الدورات والورش التدريبية ساعة الزملاء وساعة طلابه على اتتياز أشياء جديدة هو ده كان هدفه أثناء العام الدراسي واحد تاني لا خد الشرخ نام جيه بعد كلا عاوزة جدد طب ألاق إيه ولا إيه ولا إيه ولا أعمل إيه أنا هكتبه 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 وخلاص يا جماعة الموضوع مش موضوع كتابة الموضوع هو عمل أنت بتقوم به وعلى فكرة زي ما أنت بتاخد من مايكروسوفت أو زي ما مايكروسوفت بيخفض منك كمان بيديلك بيديلك تطور أنت بتطور كل يوم بحيث أن فيه جديد فيه تغيير داخل الأدوات وكمان بيساعدك اللي أنت توسع مدركاتك في العملية التعليمية من خلال اللقاءات المتنوعة ومن خلال كمان مشاركاتك الدولية مع مع متخصين وخبراء فعشان كده الموضوع مش حكاية كتابة بس الموضوع اللي احنا نفهم ونطور من نفسنا عشان ده هيساعدك بعد كده اللي أنت تبتكر شيء جديد أنت في مرحلة دلوقتي التطوير هتطور من ذاتك بعد التطوير ما بعد التطوير هو الإبداع الإبداع وإنت لما تكون مبدع هتبقى متميز أكتر داخل مجتمعك داخل مجتمعك وكمان داخل أو خلال العالم أو زي ما بيقوله داخل عالمنا الطربوي مش مكتصر بس على عالم معين لا احنا عالم طربوي كلنا معلمين كلهم متخصصين في مجال التربية فبنهتم بالجانب الطربوي فتطوير وكمان إبداع هيبقى فيه شيء مميز وإنت هتكون متميز أمام الآخر شكرا على أستاذ فاضل وطبعا شكرا أستاذ جهان وأستاذ آآ إمام على عرضكم النهاردة المميز اللي أسر آآ كتير فهكون معلم خبير هتحدى نفسي وده كان بوسط صراحة أنا حبيت إن أنا أعرضه للجميع وأوضحه للجميع بحيث إحنا كلنا عندنا جانب التحدي هدفنا واحد إن إحنا نطور من نفسنا بس بنيجي يحصل لنا الدروب شوية نقول والله أصلاً مش قادر أصلاً مش عارف أصلاً في مشكلة سيبك من العزار وادخل على المفيد الملفات موجودة عندك الرابط موجودة عندك حضراتكم تتفضلوا تضغطوا بس على الرابط وتشاركوا حسابك موجود اكتب الأسئلة اقعد بس النهاردة اكتب تكتب بس وملفات سوي مفتوحة معاك هتيجي تقول لي أجازة من تواخد الرابط حطه في الايه في الاستمارة تعمل إرسال وتعدي في الملفات السوي زي ما أنت عاوز جات لك فكرة جديدة عاوز تضيف ضيف ما فيش مشكلة لأنك حاطت في السؤال حاطت في السؤال رابط السوي يعني أنت عندك كمان فوق السبعة أيام أو بعد سبعة سبعة قدامك كسبوع كمان حاول سدقني حاول مش هتخسر شيء لأنك أنت اللي كسبان وما فيش حد خيكون إن شاء الله بإذن الخسران كل الوجوه اللي متواجدة معنا والأسماء اللي متواجدة معنا هفرح جداً إن حضراتكم تكونوا داخل داخل المجلة اللي فيها أسماء المعلمين الخبراء وكمان المجددين لمعلم خبير وده يكون شرف دينا كلنا تعرف تضلي أستاذ أحترام يعطيك العافية دكتور الله يعافيك يا رب دكتور بالنسبة للتقديم سبعة سبعة آخر يوم صح؟ آه آخر يوم سبعة سبعة يعني إذا فيه بعد مصابقة ثانية التحدي ثاني إنه مدازن اللينك شنو هذا التحدي ثاني؟ لا فيه تحديات دي داخل مجتمع ماكروسوفت اللير لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مصابقة معلم خبير من ماكروسوفت صحيح مش فيها تحديث يعني هذا مال الشغل هو بس مفتوح من يوم خمستاشر مايو لغاية يوم سبعة سبعة نعم نعم هو دي الفترة اللي هم عاملينها على فكرة المجموعة كلها المجموعة كلها آم لو أنا هجاوب على الأسئلة ومحضر لأسئلة بتاعتي أجاوبها في تركين أو يومين وسهل جدا نحنا نرفع البيانات شكرا دكتور جاعتك العافية بشكر حبيبنا وتسلم بشكر السيدس فاضل على مداخلاته الرائعة ويساعدنا نتواجده معنا في أي وقت آآ وبشكر كل المتواجدين معنا داخل آآ اللقاء اليوم اللقاء اليوم كان اللقاء استثنائي على فكرة حنا مش بنعمل دورات صباحية بس طبعا آآ النهاردة عشان الوتيرة كانت أسرع وكان هدفنا ان احنا نقدم خدنا تلات محاضرات هتلاقوا المحاضرات كلها على قناة اليوتيوب حضراتكم تقدروا اللي انتم تدخلوا على قناة اليوتيوب وكمان على الحسابات الخاصة بنا وحسابات استاذ فاضل وحسابات استاذ ايمان هتلاقوا فيها كل شيء مشروحة مرة واتنين وتلاتة مش عجبكوا استوب عبد الباصط ممكن استوب استاذ فاضل يبقى اقوى مني وافضل مني ما فيش مشكلة خشوا اسمع له آآ استاذ ايمان استاذ ايمان نفس الشيء ادي وسائل التواصل الاجتماعي هتلاقيها موجودة على الشات ويا ريت استاذ ايمان واستاذ فاضل يبعطوا وسائل التواصل الاجتماع بتاعتهم على الشات وده شيء يشرفنا الهدف يا جماعة اهي احط لكم رابط القناة قناة كومبيومي التعليمية اسمها لو مش عارفين توصلوا من الشات لو كتبتوا كومبيومي بالانجليزي اهي بس على اليوتيوب ممكن كمان اهي اسمها كومبيومي ودي اللينك بتاعها وهتلاقوا كمان فيه شرح حاجات مايكروسوفت وهتلاقوا حاجات تانية موجودة كتير ممكن تلاقوها كمان تفيدكم كمان في شغلكم عموما اه ان شاء الله تشرفونا بمشاركتكم في القناة عندنا وده طبعا شيء يسعدنا داعمين وليس محبطين الله يزاكر يا دكتور بس العين ما تعالى للحاجب وانا من اسقر طلابك واسقر طلاب الاستاذة جيهان والاستاذة الايمان نتعلم منكم والله لازمنا نتعلم ونأخذ يعني زي ما يقولك الشمس ما يقطيها القربال فانت ما شاء الله تستأثر بكثير من وقتك والله وانا اعلم هالشي يعني لا حد يقلل من اي مجهود يعني ترتيب دعوة المدربين التنسيق معاهم التحضير فوالله مجهودك جبار جبار مجهود يذكر فيشكر اعلم فأنا بستغرب ازاي بيعمل وده كله بيقدر يعمل منج المهود وده كله ربي يعطيه الصحة وطولة العمر وإذا خير ما شاء الله لقوة إلا بالله تبارك الله ربي يعطيه طولة العمر ويستمر في نشر العلوم اللي بيعون اللي فوق مدام انت عندك هدف ومتحد نفسك هو كمان هدفك واضح لكل يا ربي يبقى لنا الرياء هدفنا نشر العلم ومساعدة للآخرين وقول يا رب وحتى ياربنا معكم كل وقت سندات ربنا ما بيضيعش مجهود أي شخص ربي يزاك خير يكتب أجرك ومن هذا المنبر أنا في استعداد للإجابة على أي استفسرات اللي ما يخص الترشيح عبر جميع وسائل التواصل الخاصة فيه سواء كان للترشيح أو لأمر تقني أنا أعرفه أو حتى أيامر تعليمي ما راح أقصر إياكم بإذن الله من سلوك الدكتور ما شاء الله تبارك الله في نشر العلم تسلمني تسلمني أستاذ فاضل ويسلموا جميع شكرا شكرا من القلب مهما نقول بكلمات الشكر مش هديكم حققكم لأنكم فعلا أبدعتونا النهاردة بعر مميز شكرا لكم